الإمارات التي لم تكتفي بنشر الفوضى جنوب اليمن من خلال تشكيل ميليشيات مسلحة خارج مؤسسة الدولة عمدت إلى تعطيل أهم الموارد الحيوية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم ستة مليارات دولار وما يزيد هي خسارة اليمن منذ العام 2016 بفعل تحويل الإمارات منشأة بلحاف الغازية ومينائها إلى قاعدة عسكرية تحوي داخلها سجون سرية تنطلق منها لنشر الفوضى في شبوى والمحافظات المجاورة لها هذا التعطيل المتعمد لأهم منشأة اقتصادية في البلاد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية ولد ردة فعل غاضبة في الوسط الشعبي إذ دعت اللجنة التنسيقية لاعتصام بلحاف جميع أبناء شبوى للمشاركة الفاعلة في التصعيد الرافض لوجود القوات الإماراتية في منشأة بلحاف النفطية وهو موقف سبقته مواقف مماثلة لسلطة المحلية ورجال القبائل الذين تداعوا من مختلف مديريات المحافظة لمحاصرة القوات الإماراتية في بلحاف الحراك الشعبي الرافض للوجود الإماراتي في شبوى دفع بالسعودية لتشكيل لجنة وساطة الجلوس مع السلطة المحلية وذلك ما تم بالفعل وسط تسريبات عن منح ميليشي أبو ضبي عدة أشهر للانسحاب من بلحاف لكن اليمنيين باتوا متوجسين من الوساطات السعودية التي دائما ما تأتي لصالح الإمارات وفي سقوط جزيرة سقطرة بيد الميليشيات التابعة للإمارات قبل أكثر من عام خير دليل لا ما كان للقوات الأجنبية التي تعطل أهمى منشأة للنفط في اليمن خلاصة غضب شبواني ويمني واضح الهدف والمعالم يتصاعد يوما بعد آخر فهل تعي الإمارات أن اليمنيين قد نفذ صبرهم ترجمة نانسي قنقر